أن إدارة الرئيس أمريكي جو بايدن التي تدرس حالياً أفضل سياسة لإدارة هذا الوضع يجب مين اللي بيقول سفير مصر بقول لأمريكا إيه؟ يجب أن تتحرك الآن دي معنى إيه؟ آه إحنا بنقول لأمريكا يجب إن دكوا تحركوا دلوقتي ليه؟ عشان لو راحوا للملء التاني تجاوز الخط الأحمر محدش يعتب علينا إحنا قلنا لكم الحكاية دي بقى لنا شهرين وده معنى تجاوز كذا وما فيش نقطة مية كذا يبقى الأمريكان لازم يعرفوا اللي جاي فمصر بتقول لهم النهاردة من خلال سافرنا في هذا المقال المهم والقوي والمؤثر واللي بيحمل كله رسائل للقريب والبعيد للكبير والصغير للي دي مصر ما حدش هيلو درعها بموضوع المية أنا بقوله هو ما حدش هيلو درع مصر بموضوع المية أبداً ولا حد هيتحكم في مصير مصر في موضوع المية حذر السفير معتز زهران من أنه هذه التحذير بقول لكم عليه هذه التحذير هو إذا تم ملء وتشغيل السد من جانب واحد فقد يتسبب في الحق ضرر إيه هو ضرر اجتماعي اقتصادي بيئي في مصر والسودان بيقول لهم الملء من جانب السيوبيا بدون الوصول الاتفاق وبقرار أحادي ده هيؤدي إلى ضرر اجتماعي اقتصادي بيئي يعني بيقول لك بالبلد كده أنه هيعمل مجاعة في الدول دي في مصر والسودان تصل إلى حد المجاعة أيب عندنا أزمة هل تقبلوا أو تقبل الدولة المصرية قيادتها وقيادة السودانية ومؤسسات البلدين أنه يحصل ده في بلادهم هل أمريكا لو عندها ده هتقبل ده ده أمريكا راحت الكرة الأرضية لفت الكرة الأرضية وضربت العالم كله بتروحوا عملت غازوا للعراق بأكاذيب بأكاذيب غزوا العراق 2003 بكذبة أنه عنده سلاح نوي لا يبيه هادت أمريكا ولا هادت حد وما كانش عندهم ما رحوش لقوا حتى يعني خمس كيلو ولا لقوا عندهم أي شيء ولا حتى جهاز طرد مركزي خاف العراق ما فيش أكاذيب بس طلعت ضربوا غزة ضمر العراق وقتها من وقتها رحوا أفغانستان من 2001 من 2001 غزة دولة اسلامية واحتلها من 2001 بقى له 20 سنة ولسه مبارح بيقولك هننسحب وتعود أفغانستان مرة أخرى تقع فيه الطالبان هيحصل بكرة بعد الأسبوع الجاي الشهر الجاي سنة جاية هتشوف التاريخ هيقولك كده يعني محلوش أزمة محلوش حاجة 20 سنة قاعد بقواته ويتضرب كل يوم والنهاردة بيتضرب قواعد بتاعتهم وطالبان عملوا بقاها حوار أمريكان خلي بالك أمريكا عشان مصلحتها طالبان بقولك راح قاعد أفغانستان وضرب عشان طالبان واللي حصل القاعدة في 2001 وقاعد في أفغانستان لحد النهاردة قاعد هل منع طالبان إنها ما تبقاش موجودة ده الأمريكان قاعدوا معهم في قطر أمريكان متخيل اللي عمل طالبان تنظيم إرهابي والملة محمد عمر وقاعدة الطالبان جماعة إرهابية وفي الآخر يجي وعد معها ويتصلح معها ويقول له شروطك إيه وطلبتك إيه أمريكا قاعد مع تنظيم كانت وصاق أنه تنظيم إرهابي عشان مصلحتها هو مصلحته إرهابي بس أقعد معها أنا عايز مش عايز واجع دماغي مش عايز حدي طب أنا بتكلمك على مية حياة 150 مليون مصرهم في إيد واحد دول الأمريكان وهيمشوا ويسيبوا الإرهاب وراهم أكتر مما كان أكتر مما كان في 2001 وبدل تنظيم واحد يبقى عشرات التنظيمات فالسفير هنا بيقول لك أنه ضرر اجتماع واقتصاد وبيئي وأن أسيوبيا نفذت عملية الملئ الأول للسد السنة اللي فاتت في انتهاك لمعاهدة 2015 اللي هو اتفاق إعلان المبادئ اللي هو الملئ الأول بدون تشاورة واتفاق ملئت وبذلك اخترقت هذا الاتفاق والآن بيحترم معاهدات والقوانين لو ميها مليون سنة موجودة بيحترمها فييجي النهاردة يقول لك معاهدات القديمة بتاعة السعمار اللي هو إيه الإستعمار انتو عارفين لو بيكلم على المعاهدات 1902 بنشانقول اللي فيها السد النهاردة سودانية يعني هو حتى بيكلم النهاردة على مسألة انه السيادة الإنسوبية على هذه المنطقة اللي هو بيقول لك هذه الاتفاقيات الاتفاقيات دي بيديك بنشانقول في 1902 يعني مش عايز الاتفاقيات دي طب رجع المنطقة دي اللي فيها السد أهلا وسهلا يا السلام و الجميع يرحب بهذا منطقة بنشانقول وبالمناسبة فيها عائلات وفيها مواطنين سودانين حتى هذه اللحظة